موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها تساؤلات لقيادين بالمنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة تثير الجدل حول وجود خلافات داخل صف المنتدى والهيئات الأخرى المعارضة موسيقى حزب المستقبلي ينتقد فتوى رابطة العلماء الموريتانيين بشأن الاسترقاق ويدعو إلى تفعيل القانون المجرم له موسيقى واللجنة الأولمبية الموريتانية تخلد ذكرى اليوم العالمي للرياضة المنظمي هذا العام تحت شعار الرياضة في خدمة التنمية والسلم موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة كشفت تساؤلات طرحها القيادي بالمنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة محمد فالو البلال النقاب عن خلافات داخل صفوف المنتدى وخلافات بين المنتدى والمعاهدة ومؤسسة المعارضة وأثارت تساؤلات البلال بشأن ضرورة حوار داخل المعارضة مخاوف لدى البعض من تأثيرها على مسار الحوار المرتقب بين المعارضة والنظام المزيد في التقرير التالي دعوة جديدة للحوار أطلقها بعض قادة المنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة المعارض وتتعلق هذه المرة بعقد جلسات تشاور وتواصل وحوار بين أقطاب المعارضة نفسها دعوة أطلقها القيادي بالمنتدى محمد فالو البلال الذي أكد في تساؤلات نشرها تحت عنوان ماذا لو ضرورة إجراء حوار يجمع المنتدى والمعاهدة ومؤسسة المعارضة متسائلا ماذا لو بدأت المعارضة مسار التوافق والإصلاح بنفسها ماذا لو استيقظت من سباتها وتجاوزت خلافاتها وانقساماتها الداخلية تساؤلات الرجل تكشف حسب متابعين عن أزمة داخلية يعيشها الطرف المعارض الأبرز للنظام الرئيس محمد العبد العزيز بل وتتجاوز ذلك حين دعوا البلال إلى جلسات عمل ومصارحة ومصالحة بين المنتدى والمعاهدة ومؤسسة المعارضة الديمقراطية يتوخى منها أن يتم التوافق على الحد الأدنى مما هو مرجو لإنقاذ البلد وإخراجه من أزماته المركبة إعلان خلافات أطراف المعارضة قد يؤثر على مسار الحوار المرتقب بين المعارضة والنظام ويضعف من أوراق المعارضة في الحوار في وقت تقول فيها حزاب الأغلبية الرئاسية إنها تعلن منذ أشهر استعدادها للحوار مع المعارضة غير أن الخلافات الداخلية التي تعيشها حزاب وقوى المعارضة التي تعود إلى سنوات طويلة يقول بعض المراقبين إنها لا تمثل جديدا في المشهد السياسي حيث استطاعت هذه القوى أن تنسجم في إطار المنتدى وضمن منسقية المعارضة وتنحي خلافاتها الداخلية في صراعها مع أول عبد العزيز ومعنا في الستوديو لنقاش هذا الموضوع عفوا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد المختار والمحمد فاله أهلا وسهلا أهلا وسهلا دعوة لإجراء حوار داخلي على مستوى المعارضة بعد أن كانت الدعوات تطلق لإجراء حوار ما بين المعارضة والنظام قراءة في السياق والظرفية بسم الله الرحمن الرحيم ملاحظة الأولى هو أني لم أستمع للتقرير اللي بثيته قبل قليل وأعتقد على أن السؤال يتمحور حول ما كتبه الأمين التنفيذي للمنتدى الوزير محمد فاله البلال وطبعا أنا طلعت عليه وهي مجموعة التساؤلات يعني ماذا لو وماذا لو وبالتالي وهذا ما تمحور حول التقرير لكن هذا يثير جدل بشأن يعني السياق والظرفية الذي يأتي فيه هذا أنا أعتقد على أن سياق قضية الحوار موضوع مطلوب في كل وقت لأن العمل التناقض السياسي أو التنافر السياسي لا يحل إلا بطريقتين طريقة العنف أو طريقة الحوار طريقة العنف أعتقد على أن أي شخص مسؤول لن يتجه إلى هذا الاتجاه أما الأسلوب السلمي الديمقراطي فهو خيار كل شخص مسؤول أو كل حزب أو كل جماعة تعمل في الإطار السياسي والقانوني بالنسبة للوزير محمد وارب البلال هو طبعا أمين تنفيذ المنتدى وأعتقد على أنه كتبه حسب رؤية شخصية وبالتالي لا يعبر عن المنتدى وهذا يجعله في إطار فردي ولا يعبر عن رؤية جماعية وعموما بالنسبة للمنتدى منتدى عبارة عن مجموعة من الأحزاب والنقابات والهيئات اللي طبعا مختلفة لكنها استطاعت أن تتوحد رغم اختلافها حول مجموعة مبادئ أساسية نشرتها وبالتالي من المنطقي أن يظهر في كل وقت رأي معين هنا وهناك لكن أي رأي لا يصدر بشكل جماعي فهو يبقى رأي فردي ولا أعتقد على أنه يعبر طبعا هو تحدث ضمنا يتهم النظام ما دام النظام غير جاد وغير مهتم بالحوار فلماذا لا تقوم المعارضة بهذه العملية فيما بينها ومع أطراف أخرى وطبعا هذا طيب لكن هذه الدعوة وهذا الرأي ألا يعبر عن وجود خلافات داخلية بدأت تطفو على السطح داخل البيت الداخلي لمعارضة لا أعتقد لا أعتقد هو بالنسبة للحوار أول من طرحه وطالب به في الفترة الأخيرة رغم أنه مطلب عند الجميع السياسيين لكن النظام هو الذي طلب الحوار وعندما وصل الحوار إلى المستوى اللقاء وطرح الأفكار المتبادلة أعتقد أننا لاحظنا على أن النظام توقف قيل وعندما أسمع رأي رسمي حول الموضوع لكن قرأت في الصحابة أن مستوى التمزيل هو السبب رغم أن الأقطاب كلها مشات رئيسها وبالتالي حتى بالنسبة للنظام في البداية عندما علم بتشكيلة وفد المنتدى كان يتقبل ويتعاطى معه لكن أعتقد على أن الإشكال الأساسي هو على أن النظام كان يريد من هذا الحوار أهداف معينة والله هدف أساسي وعندما توحد المنتدى والمعارضة بشكل عام والله المنتدى بشكل خاص أن تغيير الدستور هو خط أحمر نلاحظ على أن النظام لم يعد مهتم بهذا الحوار مثلا نعطيك مثال من قرأ مبادرة الرئيس مسعود يلاحظ على أن جميع بنودها متضمنة في رسالة الوزير الأول للمنتدى باستهناء بند واحد هو المتعلق بتعهد الرئيس أن لا يغير الدستور من أجل المؤمورية ذالذا وأن لا يسعى من أجل أن يدعم شخص آخر لتولي هذه المهمة طيب هل برأيك يمكن للمعارضة بمنتدها ومعاهدتها ومؤسستها المعارضة أن تدخل الحوار السياسي المرتقب بنفس الرؤية نفس الموقف نفس الهدف؟ طبعا هم متفقون متفقون والوفد المشكل عنده نقاط متفق عليها من جميع الهيئات من المجتمع المدني من النقابات لا نحن نعرف على أن المعارضة معارضات اليوم هناك المنتدى وهناك المعاهدة وطبعا كلهم له استقلاليته ويتحرك في فضائه الخاص وطبعا لجميع معارضة ولا أعتقد على أن المعاهدة في تناقض قوي مع النظام من هو في تناقض قوي مع النظام وفي مواجهة سياسية معه هو المنتدى وحسب ما لاحظت من خلال آراء بعض الأشخاص هو أن المنتدى لاحظ تراجع فجائي من طرف النظام وبالتالي لم يعود مهتم كثيرا بقضية الحوار يعني في نظره ربما النظام كان يريد منها هدف معين وما دام تغيير الدستور خط أحمر فربما النظام لم يعود مهتم بالحوار وبالتالي المنتدى أيضا وهذا طبعا لم يصدر عنه شيء رسمي ولكن قراءة بالنسبة لي هو أيضا قدم رؤيته وهذه الرؤية قطعا لم تقدم حتى الآن للجهة الرسمية لكن ما زالت لأن الوفدين لم يلتقيها بعد وآخر تطورات اللقاء أو الاتصالات بينهم هو أن المنتدى عندما أبلغ بتغيير الوفد المفاوض في آخر لحظة قال بي ألغى ذلك اللقاء ولا أعتقد أنه في القريب العاجل سيكون طيب كيف تقرأ دعوة من تنفيذ المنتدى على شكل التساؤلات التي نشر إلى حوار مع المعاهدة ومؤسسة المعارضة أنا أعتقد أن مبدأ الحوار مبدأ سليم وأعتقد أنه يجب أن لا نعطي لهذه التساؤلات معنى أكبر منها هو رأي الشخص الرجل كاتب ويدوين يوميا ويتحدث في التواصل الاجتماعي له مساحة ويجب أن لا تنسى أيضا أنه من ضمن الشخصيات الوطنية معنى له استقلالية ذاتية ومن حقه أن يعبر عن ما يريد من ذلك من حقه لكن نقرأ عن ما يعبر عنه أنا لا أعتقد على أن يعني رأي شخصي مهما كانت قيمة الشخص يبقى رأي شخصي أما الطابع المؤسسي للمواقف هو الذي يعطيها بعد عندما يعبر المنتدى أو المعاهدة أو السلطة فهذا رأي يمكن أن يأخذ به عندما يأخذ أي شخص برأي معين أو يكتبه ويقوله ولم يقول بأنه يعبر عن طرف هو تحدثه وقال بأنها تساؤلات ربما أمنيات وطبعا الحوار سنة حميدة إذن الكاتب الصحفي الأستاذ محمد المختار والمحمد فال شكرا جزيلا لك قال رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولبلخير إن مناضل حزبه يتميزون من بين كل الأحزاب الموريتانية بالصدق في النضال وفي الأهداف وفي تغليب المصلحة العليا للوطن وأضاف ولبلخير خلال حديثه في مهرجان شعبي بمقاطعة عرفات أن مناضلي حزب التحالف رغم الفقر وقلة ذات اليد فإنهم لا يسعونه إلى المصالح الخاصة الضيقة أنا نقول وقائلهم في الصدق وجاد دعليا ولا قطيت قلت يكون جاد دعليا بني لعاد خالد حزب يتكن عليه والله جاد والله يعمل في مصلحة المجتمع ما هو خالد اللحزاب كاملة من اللي بأير قاب يكون بالتحالف شعبي تقدم إلا نحنا هم اللي عمتنا قرجو ما نتكلموا بيها نحنا هم اللي عمتنا الصوت نعلوها للأصوات كاملين بلا يمان دوروشي البنانة ما ندوروشي الأصرنا كاتلنا الشعور وكاتلنا لكمش وكاتلنا لكمل وكاتلنا لعقش وكاتلنا لكمش يا قير مع أهالة كامل مع أهالة كامل ما هو من السينة بالما عدنا من البلاد ما هو هذا افتتحت حركة العاشر من يناير وهي حركة سياسية شبابية مؤتمرها الثاني بن وكشوت تحت عنوان وحدة صف الشباب سبيلنا لبلوغ هدفنا وتتواصل أعمال المؤتمر حتى الخميس القادم ودعا رئيس الحركة في حفل الاحتفال الذي جرى بحضور ممثلين عن بعض الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني لرص صفوف الشباب وتوحيد الحركات الشبابية قال الأمين العام لحزب المستقبل محمد السالك والإبراهيم إن مشروع القانون الصادر مؤخرا عن مجلس الوزراء الموريتاني والمجرم للممارسات الاسترقاقية سيظل حبرا على ورق ما لم يشفع بإجراءات صارمة من أجل تطبيقه وأضاف والإبراهيم خلال مؤتمر صحفي عقده حزب المستقبل بن وكشوت للتنديد بالفتوى الصادرة مؤخرا عن رابطة العلماء الموريتانيين أن القضاء على العبودية لن يكتب له النجاح إلا بإشراك المناهضين لها يؤكد حزب المستقبل أن مشروع القانون الصادر مؤخرا عن مجلس الوزراء رغم أهمية ما نص عليه من رفع لممارسة الاستعباد من جنحة إلى جناه وكذلك رفع للعقوبة والقرامة وما أعطاه من دور المنظمات الحقوقية سيظل حبرا على ورق ما لم تصحبه إجراءات صارمة هدفها معاقبة السلطات الإدارية والأمنية والقضائية التي تتهاون في تطبيق القانون حتى لا يظل حبرا على ورق كالسابقين وعليه فإننا في حزب المستقبل نرى أن أي عمل يستهدف القضاء على العبودية لن يكتب له النجاح ما لم يشرك فيه المناهضون للعبودية كما نرى أن أي سياسة لا تتبنى استهداف مكونة الحراطين من خلال سياسة تمييز إيجابي على جميع الأصعيدة ستظل عاجزة عن تقديم أي حد لمشاكل الغبن والإقصاء والتهميش الذي تعاني منه مكونة الحراطين نظمت الكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا ملتقا تكوينيا بنواكشوت حول المنظومة القانونية الموريتانية لمناهضة العبودية الملتقى الذي انطلق في العاصمة نواكشوت شارك فيه عدد من الناشطين الحقوقيين والفاعلين في بعض منظمات المجتمع المدني إننا في الكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا نعمل منذ سنوات عديدة على إنجاز خطط وبرامج نهدف من ورائها للمساهمة الفئلية على القضاء على ممارسات الاسترقاق وخلق أدالة اجتماعية وفضاء ملائم للحرية والكرامة ولذا تمنا بتنظيم العديد من الورشات والأنشطة ذات الصلة وورشتنا اليوم تدخل ضمن تلك الخطط والبرامج الطموحة وذلك بفضل شركائنا أطلق سراح اثنين من مناضل مبادرة انبعاث الحركة لانعتاقية إيرا بعد إكمالهما سنة نافذة كان قد حكم عليهما بها على خلفية ما بات يعرف بمزارع دار نعيم وقد تجمهر العشرات من مناضل إيرا أمام السجن المدني في استقبالهما دعين سلطات الموريتانية إلى الإفراج عن باقي معتقل المبادرة طالب بإطلاق سراح سجنائنا فورا المعتقلين في ألاك برامو لداء العبيد وابراهيم العبيد والصبار والحسين وابراهيم الجدو والجنرال الجنرال يعقوب لنا الله في الوقت نرسول نؤكد بأن لا حوار سياسي نحن نريد حوار وطني شامل اجتماعي والسياسي واقتصادي وديمقراطي يضمن حقوق الحراطين كما يضمن حقوق البيضان والهال بولار والولوف والسونكي والمعلمين ويقعون وازناك فيها أشهد وزير المصالحة المالي الذهبي والسيد محمد بالاتفاقية التي طرحت مؤخرا في العاصمة الجزائر لحل المشكلة الأزوادي معتبرا إياها منصفة لمختلف الأطراف وقال والسيد محمد خلال مؤتمر صحفي عقده بن واكشوت إن دول الجوار وخصوصا موريتانيا والجزائر كان لها دور بارز في هذه الاتفاقية التي قال إنها أخذت الوقت الكافي لتكون شاملة للقضايا الجوهرية وقطع أن هذا الحل الذي جبر مساعد عليه الجميع مسادق عليه الجميع والحل أمالي ما وعدل بصيفة مستعجلة لأنهم المفاوضات أبطاوا سبعة شهر وحكومة مالي طرف حكومة مالي أحكم هذه المفاوضات بجدية اللي هو الرئيس الحاجي إبراهيم بوبكر كيتا أخمس وزراء فيهم أنا الراسي هما هما اللي مشاوا فاوضوا على اسم الحكومة هذا منعت الهمية لعطي رئيس الدولة لحل المشكلة وهذه المشكلة مولي أعطينا هذه الدول المجاورة أهمية نظمت جمعية الخير للتنمية بالتعاون مع هيئة لغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية حفلا بنواكشوت لصالح الأيتام الذين تتولى الجمعية كفالتهم هذا وتكفل الجمعية أكثر من أربعة آلاف يتيم تقدم لهم برامج تعليمية وترفيهية وصحية كما يستفيدون من بعض المساعدات المالية وتنظيم رحلات استكشافية بشكل دوري إن جمعيتنا لتعتز بمستوى مساهمتها في المجهود التنموي الوطني فقد حرصت من تأسيسها على تقديم حزمة من الإسهامات المقدرة في مجال عملها ولكونكم تحضرون اليوم معنا في واحد من أهم الأنشطة التي يستفيد منها إيتام الجمعية فإننا نحيطكم علما بأن الجمعية تكفل العانة ولله الحمد أكثر من أربعة آلاف يتيم وتقدم لهم كفالات نقدية وتنظم لصالحهم مجموعة من الأنشطة التربوية وبرامج الصحية تشمل تقديم استشارات وفحوصات طبية وتوفير ما تتطلبه الحالات من الأدوية الأساسية كما تنظم الجمعية لهؤلاء الأيتام رحلات ترفيهية ودورات تعليمية ومهنية بالإضافة إلى خدمات موسمية كما تقوم كذلك الجمعية بين فترة وأخرى بتوفير مساعدات اجتماعية اختتمت جمعية المرأة للتربية والثقافة موسمها الثقافية الخامس بتوزيع جوائز على المشاركات في أنشطتها مؤكدة حرصها على المزيد من ترقية وتذقيف منتسباتها ثقافيا وفكريا في سبيل التمهيد لنهضة اجتماعية تسهم في تطوير قدرات المرأة وتمكينها من أدوات القيادة والتمكين في مواجهة تحديات الحياة بأبعادها المختلفة تفاصيل أوفة في التقرير التالي اختتمت جمعية المرأة للتربية والثقافة موسمها الثقافية المنظمة تحت شعار المرأة والدور الاجتماعي المنشود حيث تخللت الموسم محاضرات ثقافية وفكرية وأنشطة علمية تربوية تهدف للرفع من مستوى المرأة الثقافية خصوصا في الثقافة الشرعية فقها وفكرا ودعوة المشاركات عبرنا شعلا ونثرا عن اعتزازهن بالمشاركة في الأنشطة المختلفة التي تركزت حول الرفع من المستوى الفكري والثقافي للمشاركات كما حقق نشاط المهارات الذاتية وتنمية القدرات الذهنية مشاركة فعالة ونالت تلك الجوانب إعجاب العديد من المشاركات في الفعاليات المختلفة للموسم التربوي الثقافي لهذا العام وفي اليوم الأخير وزعت جوائز تقديرية على المشاركات لا إحققنا تميزا في المشاركة والنشاط والحضور الإيجابية في مختلف الأنشطة المبرمجة أثناء الموسم تذمينا لدورهن المتميز حسب القائمات على النشاط المتحدث باسم وزارة الثقافة ثمن دور الجمعية التربوي والتأطيري للمرأة منوها بنهج الشراكة والتعاون لتعزيز الأداء ولتكامل الأدوار الحكومية مع مختلف نشاطاء جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في الميدان إلى خبر منفصل حيث خلدت لجنة الأولمبية الموريتانية ذكرى اليوم العالمي للرياضة المنظم هذا العام تحت شعار الرياضة في خدمة التنمية والسلم التخليد تمثل في تنظيم ندوة تعرضت للمزايا الصحية للرياضة ودور الرياضة في محاربة الفوارق الاجتماعية وخدمة التنمية والسلم أن بلدنا سيساهم في تخليد هذه التظاهرة بثلاثة تدخلات تحت العناوين التالية يهدف كل واحد منها إلى تثمين الرياضة وهم الرياضة في خدمة التنمية والسلم الرياضة والصحة كيف يمكن للرياضة أن تساهم في محاربة الفوارق الاجتماعية سيد رميل العام سادة الحاضرون إن أهمية الرياضة لم تعد تختاه إلى برهنة ففي بعض البلدان أصبحت هذه المعرسة هي أفضل السفير واشتهرت بلدان أخرى بفضلها ينحصر التنافس على بطولة الدور الموريتاني لكرة القدم لهذا الموسم على ثلاثة فرق هي تفرغ زينة لكسر وسنيم كانسادو بينما يأتي نادي الكونكورد في المركز الرابع وبفارق ثماني نقاط ما جعل بعض المتابعين يرشح أحد هذه الفرق للظفر ببطولة الدور المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق هذا التقرير ثلاثة أندية موريتانية تتصرع على لقب دور هذا العام تفرق زينة في صدرات الدور وبفارق نقطة واحدة عن أقرب نادي سنيم كانسادو ويأتي العميد الكسر في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط تفرق زينة أكد رئيسها في كم من مرة أنه لم يهدأ له بال حتى يتوج هذا العام بذنائية الكأس والدور ولا مجال للإخفاق في أي حال من الأحوال ولو أن ناديه وقع في فخ التعادل أمام تشكجاه في الجولة الماضية من الدور ليقلص صنيم كانسادو بذلك الفارق إلى نقطتين بفوز ذمين على زمزم في آخر دقيقة من عمر اللقاء لتشتد المنافسة جديد على لقب بطولة دور هذا العام نادي سنيم كانسادو منذ الجولة الأولى من الدور الموريتاني لهذا العام ظهر بأداء ثابت مع المدرب براماكي الهادي مقارنة بالمدربنا الآخرين في الدور الموريتاني وأكد النادي في كم من مرة أن هدفه المنشود هو التتوج بالبطولة والتي غابت عن خزائنه عديد الأعوام أما العميد لكسر الذي لم يهزم إلا في مبارتين من أصل 19 مباراة فقد كان السباق في التصريح بأن بطولة هذا العام ستكون من نصيبه ويعتبر لكسر حاليا هو أقوى هجوم في الدوري حيث سجلت ماكينته الهجومية 30 هدف ويعول على مباراة العودة ضد المتصدر تفرق زيناء من أجل تقليص فارق النقاط الثلاث أما الكونكورد صاحب المركز الرابع وبفارق ثمانية نقاط عن المتصدر فحظوظه ضعيفة في التتويش ولو أنه حسابيا وعلى الورق ما زال حظه قائما لكنه يحتاج لمعجزة حقيقية وأخيرا المركز الخامس حيث يحتله أفسين وديبو بطل النسختين الماضيتين من الدوري وبفارق 12 نقطة عن المتصدر ربما يلعب نادي المدينة الاقتصادية باقي جولات الدوري على إعادة الهيبة والمكان لا التتويج بالألقاب فمن هو بطل دوري هذا العام إلى هنا مشاهدين الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها تساؤلات لقيادي بالمنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة تذير الجدل حول وجود خلافات داخل صف المنتدى والهيئات الأخرى المعارضة حزب المستقبلي ينتقد فتوى رابطة العلماء الموريتانيين بشأن الاسترقاق ويدعو إلى تفعيل القانون المجرم له واللجنة الأولمبية الموريتانية تخلد ذكر اليوم العالمي للرياضة المنظم هذا العام تحت شعار الرياضة في خدمة التنمية والسلم يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة توم توم فيام عارضة توم 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 ت